لا يستطيع الإنسان العيش من دون الوطن فالوطن هو المكان الذي يشعر به بالأمان والدفء ومن غيره يشعر بالضياع كبار السن وبعد أن نفذ أمرهم وهم يعيشون المعاناة وبعد كل هذه السنين لم يحصل أحدهم على راتب أو مبلغ يسد حاجتهم رغم وجود مؤسسة حكومية تسمى الرعاية الاجتماعية فبعضهم تحدث عبر عداسة التغيير عن مساومات وابتزاز مقابل ترويج معاملاتهم والحصول على مرتب شهري رغم استحقاقهم له صار سنة نحن راجع ونكتب عريضة ونجيب العريضة ونجيب العريضة ولحد الآن كل شي ماكو عمر ستين سنة لحد الآن الرعاية كل ما أرحلهم يقولوا لي ماكو ينطون الجماعتهم بالباب واحد واقف يريد ثلاثين ورقة أنا لعد ثلاثين ورقة شكرايح أصير بالرعاية أشتغل بهن وأعيش وبعد كل هذه المعاناة التي عرضناها لكم حاولنا الحصول على رد من دائرة الرعاية الاجتماعية في المحافظة إلا أننا لم نجد تعاونا أو استجابة من قبل المعنيين بالأمر من كربلاء وليد الصالحي التغيير التغيير